سلام عليكم رائعة اللي وراء جهاز ازاي عاملين يا رب تكونوا بخيرين. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي تقدر تنزل لعبة على الكمبيوتر. سواء الجهاز كان ضعيف او الجهاز كان قوي. هنشوف النهاردة الكلام على ايه? النهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو. عايزك تنزل بسرعة تعمل لايك للفيديو في القناة تفعل الجرس عشان يا جماعة دعموكو ده اللي بيفرق معنا بيخلينا نستمر. فياريت على قدم ما بنتعب. العمونا ان انت بتعمل لايك للفيزيو تشيرك في القناة تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. النهاردة هنتكلم يا جماعة على تحميل للكمبيوتر. سواء الجهاز بتاعك يا ضعيف يا قوي. زي ما قلت للاتنين. كل اللي احنا هنعمله ان انت هتفتح الجهاز بتاعك مبدئا قبل ما نبدأ الفيديو. صلي على رسول الله وخلينا نروح للشرح. كل اللي انت هتعمله يا صديقي العزيز ان انت هتفتح الجهاز بتاعك زي ما انت شايف بالمنظر ده. انا مسلا انت فتحت الجهاز بتاعي هتدخل على اي متصفح عندك او اي براوزر عندك. فانا مسلا هتدخل على بالمنظر ده. هتيجي هنا في السرش وحتكتب ايه? هتكتب جيم لوب. زي ما انت شايف بالمنظر ده جيم لوب. هيتزل معك بالمنظر ده اول متصفح او اول رابط عندك هتدخل عليه. اللي هو الجيم لوب. هيبقى عندك الجيم لوب بالمنظر ده. خلي بالك. في طريقتين عشان تنزل بهم الجيم لوب انت الجيم لوب بتاعك او الجهاز بتاعك ايما اتنين وتلاتين بيت ايما اربعة وستين بيت فانت هتشوف الجهاز بتاعك ايه ايه انا الجهاز بتاعي اربعة وستين بيت فكل انا هعمله ان انا هنزل من هناك ممكن من هناك تبدأ تشوف الجلوبال لو عايز تحدد مسلا ان انا في مصر او كده زي ما انت شايف هنا كمان في نسخة الاتنين وتلاتين لو عايز تنزلها هتنزلها من هنا هو بينزل بطريقة بسيطة جدا لو شفت الفيديو بتاع بابجي موبايل هتلاقي نفس الطريقة انا لسه كنت عامل فيديو من يومين او من فترة يعني انا عامل فيديو على موبايل هي نفس الطريقة. المهم يعني ان انت زي ما انت شايف فيه الفري فاير ماكس وفي الفري فاير العادية. انت هتعمل تحميل وهتبدأ تثبت البرنامج لو حابب شوف طريق تثبيت البرنامج ده هتلاقيه في فيديو موبايل وهعطي لك الرابط تحت. الطريقة سهلة جدا يا معكم اللي انت هتعمله ان انت هتعمل او تثبيته خلاص. مش هيحصل معاك اي حاجة. المهم يعني انت هتنزل وحتبدأ تثبته. هيبدأ يتثبت معاك انا مثبته اهو عندي بالمنظر ده. زي ما انت شايف هتبدأ تدخل على البرنامج كده. هيبدأ يدخل معانا بالمنظر ده. فاحنا اول ما دخلنا انا كنت طبعا مننزل بابجي موبايل فحالاقي في انا موجود هنا. الحاجات بتتحفظ هنا يعني. فمعانا البابجي موبايل بالمنظر ده. انت بقي لو عايز تنزل ممكن تلاقيها في توصية براة او عايز تنزلك هتلاقيها في توصية برا مسلا اهي اهي. ولو ما لقتهاش حتكتب هنا زي ما انت شايف كده فيه فيه في وفيه العادية. فمسلا اهي حتبقى معانا بالمنظر ده زي ما انت شايف وفيه العادية اللي هي دي. كل اللي انت هتعمل له ان انت هتشوف انت عايز تنزل اهني نسخة. دي طبعا متاعة الموبايل. فانت اللي انت عايز تعمله ان انت النسخة اللي انت عايزها هتبدأ تعمل لها تثبيت. اول ما تبدأ تعمل لها تثبيت. هيبدأ ينزل معك لو جيت بصيت هنا. دست على العلامة اللي فوق دي. هنا في علامة تنزيل. لو دست عليه هتلاقيه بدأ ينزلها معك على حسب باية مساحتها قد ايه. فانا عموما يعني انت هيخلص التحميل يعني هيوصل مية في المية وخلاص اللي عم تشتغل معك. بالنسبة بالل اجهزة ضعيفة وبالنسبة لاجهزة القوية هنتكلم مع بعض عن ازاي تزبط الجهاز علشان يقدر يستحمل اللعبة يعني في اجهزة قلنا مش هتقدر تستحمل اللعبة فاحنا اللي احنا حنعمله ان احنا هنبدأ نزبط الجهاز علشان يقدر يستحمل اللعبة فانت لو جيت شفت معنا بالمنزر ده كل انت هتيجي تعمله ان انت هدوس على التلات شرط اللي فوق دول اللي انت شايفهم فوق دول هتدوس عليهم وهتيجي هنا تحت عند دي وهتبدأ تحددها وبعد كده هتبدأ تشوف الاعدادات الاعدادات دي بتفرق معنا في ان احنا هنبدأ نخلي الجهاز ضعيف ولا قوي يعني فاهمني لو الجهاز بتاعي ضعيف حابدى ازبط على ان هو ضعيف لو الجهاز بتاعي قوي حابدى ازبط على ان هو قوي كل واحد وجهازه prendre سنجد هنا في الاعدادات اللي في الاول دي ما تغيرش حاجة حتنزل هنا تحت لو انت عايز تخلي اللغة اللغة عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي شوف انت حابب اللغة تبقى ايه تقريبا ما فيش فرنساوي يعني فرنساوي. زي ما انت شاف لو عايز تخليها انجليزي او عربي. هنا بتبدأ تحدد البلد مصر السعودية. شوف انت منين واحدد البلد عادي لو. على حسب يعني البلد بتاعتك. انا همخليها مصر عشانها في مصر. كده انت خلصت الحيثة اللي هنا. خلي بالك برضو من النقطة دي. ان النقطة دي ان هو بيقولك انت هتحفظ فين الاسكرينات والحاجات اللي انت بتعملها. فانت لو عايز تحفظها في مكان معين هتبدأ تعمل الفتح. وتبدأ تحدد المكان اللي عايز تحفظ فيه الحاجة. تمام. هندخل على اللي بعدها بقى اللي بعدها دي يا جماعة مهمة جدا. انت لو الجهاز بتاعك فيه تقطيع. لو اللعبة بتقطع. حصل معك لايك حصل معك مش عارف ايه. هتجرب مرة وتعمل لها وتجرب. لقيته باز. هتجرب مرة وتجرب. تمام? ويمكن تفعل كمان تصحيح الاعطال دي. تمام? انا مخليها قوتو عشان ما عنديش اي مشكلة في البرنامج. بالنسبة بقى للاجهزة الضعيفة هتيجي هنا وتخلي دي لو انت جهازك قوي هتخليها هتنزل هنا تحت لو انت الرماد بتاعتك ضعيفة هتبدأ تختار اقل حاجة. ولو انت الرماد بتاعتك قوي هتختار اقوى حاجة. وعلى حسب يعني انت لو في النص ابدأ مسلا انت جهازك ضعيف اختار الاول دي بعدها لقته كويس اختار اللي بعدها لقته كويس اختار اللي بعدها. لحد ما يوصل اللي بقى اوحش اختار بقى اللي قبلها فاهمني? بعد كده بقى هتنزل على البروسيسور دي يفكك منها. ممكن تعليها وممكن توطيها على حسب برضو جهازك. الدولة على حسب يعني هنا بيقول لك السماعات والكلام ده ان انت عايز توصل اهني سماعها وكده. فدي حاجة ما لهاش علاقة بجهازك قوي ولا ضعيف. هنيجي هنا عند اعداد اعتراض. دي ما بتفرقش. يعني ممكن انت تغيره ان انت مسلا عايز تغير الجهاز بتاعك. ان انت عايز تعمل له موديل معين. بس انا شايفة ان هي ما بتفرقش يعني. المهمة هتنزل هنا عند اعدادات اللعبة. وهتيجي هنا عند هتخليها لو انت جهازك ضعيف. لو او الشاشة بتاتك سبعمائة وعشرين هتخليها لو جهازك الشاشة بتاتك عشرة تمانين وقوي او متوسط هتخليها دي. لو طبعا هتخليها دي. بالنسبة للجرافك انا عندي الشاشة فهخليها عشرة تمانين يعني متوسط. الجرافك دي برضو مهمة لو انت الشاشة عندك او الامكانيات ضعيفة خليها سموس وجرب. ولو لقيت الدنيا ماشي تمام خليها لو تقدر. انما لو انت جايزك قوي خليها اتش دي. بالنسبة لعدد الفريمات يستحسن تعليه. بس لو انت جايزك ضعيف حاول تقلله واحدة واحدة لحد ما توصل للي انت عايزه للاكاونت ده بقى ان انت بتعمل اكاونت خاص بيك. او اكاونت البرنامج يعني يبقى خاص ليك يعني فاهمني. بس يعني هي الطريقة ما فياش ايه مشكلة. لو حد واجهه ايه مشكلة. انزل اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هحاول ارد عليكم. اي حد برضو حابب ان احنا نتكلم في فيديو عن حاجة تانية. او حابب يعرف طريقة تحميل حاجة تانية او طريقة مشكلة. عايز مشكلة عنده مشكلة في حاجة. عايز حل المشكلة دي ممكن يكتب لي. ولو عايزين نلعب برضو لعبة مع بعض اكتبوا لي في الكومنتات. ولما تنزل اللعبة اكتب في الكومنت ان اللعبة نزلت والطريقة مظبوطة علشان محدش يجي يقولك الطريقة مش مظبوطة. فبس يا صديقي كان هو دا الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبك. او اتنسى انك تعمل لايك للفيديو تشتري في القناة فعل الجرس عشان ندعموكو ده يا جماعة زي ما قلت لكم هو اللي بيفرق معانا علشان نستمر يعني تدعمونا على قد ما بنتعب. فبس يا جماعة كان هو دا الفيديو نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة